من محطات التحلية الإماراتية المقامة في رفحة المصرية انطلقت عملية ضخ المياه المحلات إلى سكان غزة بعد طول انتظار حصل أهل غزة الضمأة على المياه هذه المياه بالنسبة لها حلوة كثير وبتنشرب حتى أما في الأول مياه نجيب من البحر للحمامات الشمسية أما هذه مياه زي السكر وبتنشرب يعني مياه مفلترة تتدفق هذه المياه لغزة من ثلاث محطات أقمتها دولة الإمارات على الجانب المصري من الحدود ويتم ضخ مياهها إلى رفح جنوب القطاع وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف أحد أكبر التحديات الإنسانية اشتاق أهل القطاع إلى مذاق المياه بعدما حرمتهم الحرب المستمر جعلتهم يشربون مياه غير نظيفة ومالحة حتى نوعية المياه أفضل من المياه التي كانت أصلاً موجودة لأنه أصلاً غزة تعاني من مشكلة المياه الجوفية وملوحة المياه الجوفية وشح المياه الجوفية يعني صراحةً هذه رايحت كثير ووفرت الجهد الكبير وخاصة أيضاً أنه جزء كبير من الآبار رفح تحتاج إلى الوقود لتشغيلها ندرة الغذاء والمياه النظيفة تتسبب في مشاكل صحية خطيرة تتمثل وساساً في فقدان الوزن والإصابة بالأمراض طول هذه الأنابيب التي تصل بين المحطات على الحدود المصرية وقطاع غزة 900 متر تقوم بتحلية كمية كبيرة من المياه بشكل يومي ما يتيح تلبية احتياجات نحو 300 ألف نسمة ضخ المياه إلى دخل القطاع جاء في وقت مناسب يعاني فيه سكان غزة من شح المياه المحلات حيث سيقوم خط المياه بتزويد مراكز الإيواء باحتياجاتها اليومية والضرورية من مياه الشرب